بسم الله الرحمن الرحيم أصعد لأوقاتكم أعزائي الطلاب في بداية حسنا اليوم يا خامس رح نحل تمارين الواجب اللي طلبناه منكم الحسة الماضية كان عن درس جميع وطرح الأعداد العشرية وكان الواجب تمارين صفحة 26 وخلونا نبدأ في حل رقم واحد رقم واحد كان شو بيحكي لنا خمسة صحيح واربعتاش جزء من مئة زائد ثلاثة صحيح وسبعمية وسبعة واربعين جزء من ألف خلونا نشوف عملية ترتيب الأعداد العشرية بشكل عامودي بالشكل الصحيح لأنه لاحظت في بعض الطلاب ما بيعرفوا يرتبوا المنازل فوق بعضها طيب خلونا نبدأ بالرقم الأول بما أنه عملية جمع عادي بنبدأ في الرقم الأول خمسة واربعتاش بنكتبها خمسة صحيح واربعتاش جزء من مئة ونحط الفاصل العشرية تمام؟ تكبرتها عشان تشوفوها بنكتب تحتيها العدد الثاني ثلاثة صحيح وسبعمية وسبعة واربعين بالألف وشوفوا كيف رح أكتبها الأول إيش رح أحط الفاصل العشرية تحتيها فاصل العشرية تمام؟ ورح أكتب العدد الصحيح ثلاث تحت العدد الصحيح خمسة هاي ثلاثة تمام؟ وبكتب الجزء العشري اللي بعد الفاصل العشرية منزلي منزلي سبعة أربعة سبعة سبعة تحت الواحد وبمشي تحت الواحد مباشرة وبكتب السبعة بعد السبعة فيه أربعة بنزل تحت الأربعة مباشرة وبكتب أربعة تمام؟ بعد الأربعة فيه سبعة بكتبها ما في فوقيها إشي وهيك بنكون رتبنا المنازل فوق بعض بحط إشارة الجمع تمام؟ طيب قبل ما أبلش الجمع لازم أتأكد أنه عدد المنازل فيه العددين متساويات هون فيه كل عدد فوقيها عدد خمسة وثلاث فوق بعض الفاصل العشرية فوق بعضها واحد وسبعة أربعة وأربعة لكن هون السبعة ما فيه فوقيها عدد إذن شو بعمل؟ بحط صفر تمام؟ حتى أعبي هذا الفراغ حتى أقدر أجمع عددين مع بعض أي فراغ بتشوفوه في العددين فوق ولا تحت بتعبوه بصفر تمام؟ طيب نبدأ عملية الجمع صفر زائد سبعة سبعة طيب أربعة زائد أربعة ثمانية واحد زائد سبعة أيضا ثمانية نيجي بننزل الفاصل العشرية تحت الفاصل العشرية تمام؟ ومنجمع خمسة زائد ثلاث أيضا ثمانية هيك نكون رتبنا الأرقام وجمعنا بالطريقة صحيحة ننتقل يا خامس لسؤال رقم اثنين ثمانية صحيح وستمية وواحدة وعشرين جزء من ألف ناقص ثمانية صحيح واربعمية وثمانية وخمسين جزء من ألف ومنرتب الأعداد فوق بعضها زي ما عملنا قبل شوي إذن ثمانية صحيح ثمانية صحيح نحط الفاصل العشرية وستمية وواحدة وعشرين جزء من ألف هذا العدد الأول العدد الثاني ثمانية صحيح نحطها تحت الثمانية صحيح الفاصل العشرية فوق الفاصل العشرية أو تحت الفاصل العشرية والعدد الثاني الجزء العشري أربعة تحت الستة خمسة اللي بعدها تحت الاثنين وآخر رقم آخر منزل هي ثمانية بحطة تحت الواحد كل عدد تبت ترتيب بتلاحظوا هاي منزلة أجزاء من عشرة منزلة أجزاء من مئة فوق بعض وأيضا منزلة أجزاء من ألف فوق بعض والسؤال كان طرح منبدأ في الطرح بتلاحظوا جميع المنازل معباة في أرقام ما في فراغل حتى أحط في أصفر إذا منبدأ في عملية الطرح واحد ناقص ثمانية لا يجوز منستلف بتصير احدعش وهاي بتصير واحد تمام؟ منستلف بالعدد اللي جابها الآن منطرح احدعش ناقص ثمانية يساوي ثلاث طيب واحد ناقص خمسة أيضا لا يجوز الواحد بتستلف من الستة الستة بتصير خمسة والواحد بتصير 11 أيضا 11 ناقص خمسة كم يساوي؟ 6 خمسة ناقص أربعة واحد ومننزل الفاصل العشرية تحت الفاصل العشرية طيب ثمانية ناقص ثمانية صفر بتشوفوا كيف الترتيب لما تكتبوا يا خامس لازم تبعدوا شوية المنازل عن بعضها وترتبوا كل منزلة فوق نظيرتها ننتقل إلى السؤال رقم ثلاث السؤال رقم ثلاث بيحكي لنا تسعة صحيح مكتوب عندكم في الكتاب تسعة صحيح وثلاثمية وتسعة وتسعين جزء من ألف ناقص أي ناقص أربعة صحيح نحطها تحت منزلة الأربعة صحيح وسبعمية سبعة طبعا نحط الفاصل العشرية تحت الفاصل العشرية سبعمية وثلاث وأربعين هاي ثلاث أربعة والسبعة ومنطرح دائما يا خامس حكيت لكم أهم إشي في هذا الدرس هو الترتيب لأنه إذا ما رتبتم صح راح يطلع عندكم الجواب خطأ وبنبدأ يا خامس بعملية الطرح تسعة ناقص ثلاث كم يساوي ستة تسعة ناقص أربعة كم برافو عليكم خمسة ثلاثة ناقص سبعة طبعا لا يجوز شو منعمل نروح نستلف من وين من على المنزل اللي جنبها التسعة بتصير ثمانية والثلاث بتصير ثلاثة وبنطرح ثلاثة ناقص سبعة يساوي ستة وهلا ايج دور مين دور الفاصل العشرية ما مننساها مننزلها ومنكمل عملية الطرح ثمانية ناقص أربعة ثمانية ناقص أربعة أربعة وهيك منكون أجلنا عملية الطرح ننتقل للسؤال رقم أربعة طيب ما راح نحل سؤال أربعة لا خلينا حله يلا سبعة وثلاثين صحيح هاي السؤال رقم أربعة سبعة وثلاثين صحيح و سبعة وثمانين جزء من ألف زائد خمسة صحيح وأربعمية وواحد وخمسين جزء من ألف طيب هاي كتبت العدد الأول رح أفرجيكم كيف رح أرتب العدد الثاني اللي هو خمسة صحيح خمسة هي منزلة ايش الأحد إذا رح أحطها تحت منزلة الأحد هاي خمسة صحيح الفاصل العشرية فوق الفاصل العشرية تمام طيب أربعمية وواحدة وخمسين هاي أربعمية خمسين وواحدة وخمسين كل رقم تحت رقم تمام وبنبدأ عملية الجمع لكن بتلاحظوا إنه في هون منزلة العشرات فراغ شو بعمل فحط صفر عادي ما بيغير على قيمة العدد طيب بنبدأ عملية الجمع سبعة زائد واحد ثمانية ثمانية زائد خمسة كم يساوي تلاتة عشر ثلاث نحط واحد في اليد واحد وصفر واحد زائد أربعة خمسة هلا إجا دور إيش الفاصل العشرية بحط الفاصل العشرية وبكمل عملية الجمع سبعة زائد خمسة يساوي تناش اثنين واحد في اليد ثلاث زائد واحد كم أربعة زائد صفر أربعة شفتوا كيف الترتيب يسهل عملية الجمع نحن نكتفي في حل هذا القدر من الواجب واحد وثنين وثلاث وأربعة في الواجب السابق وخلونا نبدأ بدرس جديد درسنا اليوم يا خامس بيحكينا تقدير نواة الجمع الأعداد العشرية وطرحها كثير بيشبه الدرس السابق جمع وطرح الكسور والهيك احنا انتقلنا الى مباشرة رح نعمل نفس العمليات اللي اعملناها في الدرس الماضي لكن باختلاف بسيط انه لازم في البداية نقدر الأرقام بيحكينا لتقدير ناتج جمع أو طرح كسرين عشريين وقرب كل كسر لأقرب عدد كلي أو لأقرب منزلة معطاف معطاف السؤال طبعا ثم أجري عملية الجمع والطرح ناخد مثال ومنجري الخطوات في جمع وطرح الكسور الأعداد العشرية ولازم نقدر في الأول بتلاحظوا يا خامس في بداية السؤال بيختلف عن سؤال الدرس الماضي كان الدرس الماضي بيحكينا جد ناتج لكن في هذا الدرس بيحكينا أقدر ناتج لم يحكي لك قدر لازم تعمل الخطوات اللي رح نعملها اليوم بمثال رقم واحد صفحة 28 بيحكينا أقدر ناتج الجمع في المسألة بالتقريب إلى أقرب عدد كلي تمام أخذنا درس التقريب في الماضي وعرفنا كيف منقرب لأقرب منزلة معطا هنا المنزلة المعطا تقريب إليها العدد الكلي بأخذ العددين وبرطبهم فوق بعض زي ما عملنا في الدرس السابق 27 صحيح و45 جزء من 100 العدد الأول والعدد الثاني 94 صحيح الفاصل العشرية فوق الفاصل العشرية و7 جزء من 10 تحت الأربعة اللي هي جزء من 10 دايما بركز على الترتيب لأنه جزء كبير من الحل نحط زائد وبنجري حل السؤال لكن في هون ما بنجري عملية الجمع مباشرة زي الدرس السابق لأنه طالب مننا أقدر واخذنا إحنا التقدير وهون التقدير طالب مننا في السؤال لإيش لعدد كلي طبعا أول خطوات التقريب لازم نحدد المنزل المراد التقريب إليها وهون لأنه عدد كلي فبروح بقرب إلى العدد الكلي تمام 27 و94 تمام شو خطوات التقريب حكينا نطلع على العدد الكلي تمام بحط تحتي خط وبروح على الرقم اللي بعده هون عندنا إيش أربعة وبسأل حالي الأربعة ليست أكبر من الخمسة لأنه إذا كانت أكبر من الخمسة أو تساوي الخمسة رح نضيف واحد للمنزل المراد التقريب إليها إذن هون الأربعة رح تعطي 27 واحد رح يتضلها 27 إذن ناتج التقريب رح يصير 27 الأربعة والخمسة رح يصيروا أصفار يعني هاي بنقدر نحطهم هون فاصلة صفر صفر بس ما لهم داعي تمام طيب هون العدد الصحيح إن منتطلع منحط أوش تحتي خط منتطلع إلى المنزلة اللي بعدها كم تساوي هون سبعة السبعة زي ما حكيتوا أنتوا كريمة يعني بتعطي ده العدد المرادة تقريب إليه واحد إذن الأربعة وتسعين شو رح تصير زائد واحد خمسة وتسعين هاي خمسة وتسعين والسبعة رح تصير صفر هاي لو بدنا نحطهم هاي سفاصلة صفر ما رح يأثروا لأنه لما نجمع رح يظلهم أصفر بعد ما قربنا العددين نجمع ناتج التقريب سبعة زائد خمسة 12 2 1 في اليد 2 1 3 9 12 هاي 12 هاي ناتج الجمع 122 درسنا اليوم يا خمس كتير بيشبه الدرس الماضي أيضا الدرس اللي قبله يعني جامعنا الدرس التقريب مع الدرس الجمع وطرح بميز هاي الأسئلة هذا الدرس سؤاله إنه بحطونا في البداية كلمة أقدر يعني لما تشوف كلمة أقدر ما بتروح تجمع على طول بعد الترتيب بتعمل عملية التقريب إلى أقرب المنزلة مرادة تقريب إليها في السؤال بعدين بتجمع أو بتطرح ناخد المثال الثاني في السؤال الثاني في المثال رقم صفحة 28 وبيطلب مننا وقدر ناتج الجمع بالتقريب إلى أقرب جزء من 100 إذن المنزلة المرادة تقريب إليها هنا جزء من 100 منرتب الأرقام فبعض العدد الأول 1 صحيح 789 منحطه بالأول والرقم الثاني 6 صحيح 314 جزء من 1000 نحطه تحته كل منزلة تحت اللي زيها العدد الصحيح فوق العدد الصحيح تمام ما بنرجع نكرر هاي الموضوع أول خطوة في التقريب هلأ منحدد المنزل المرادة تقريب إليها وهي جزء من 100 أين هي جزء من 100 حكينا ثاني منزلة بعد الفاصل العشرية هاي 7 جزء من 10 إذن الثمانية هي جزء من 100 طيب حطلنا إياه باللون الأحمر منقرب الثمانية منطلع على الرقم اللي بعدها 9 والتسعة أكبر من الخمسة إذن منضيف 1 لثمانية بتصير الثمانية ايش تسعة والتسعة بتصير ايش صفر هاي حطونا التسعة الثمانية تسعة والسبعة هاي الجزء من 10 ضلت زي ما هي والواحد صحيح أيضا ضل زي ما هو التسعة في آخر رقم هي صارت صفر هاي حطيناها صفر تمام طيب العدد الثاني منحدد منزلة أجزاء من 100 وهي هون الواحد وحطناها باللون الأحمر ونطلع على الرقم اللي جنبه أقل من الخمسة إذن ما بيعطي الواحد ما بزينا واحد بضل الرقم 6 صحيح وثلاثة بتنزل ذا من الأعداد اللي قبل المنزل المرادة تقريب إليها بتضلهم زي ما هم أما جميع المنازل اللي بعد هم ما حطوه لأنه ما بيأثر والواحد بتضلها واحد ما منزيد لها واحد وبنجري عملية الجمع صفر زائد صفر صفر تسعة زائد واحد عشرة صفر وواحد باليد سبعة وواحد ثمانية ثمانية وثلاث احداش برفع عليكم واحد وواحد باليد وبنجمع واحد زائد واحد اثنين وستة ثمانية إذن هيك جمعنا ناتج تقدير العددين وبنكون إن شاء الله فيمنا الدرس لأنه ما بيختلف عن الدرس السابق كتير سهل تمام رح أعطيكم هلأ الواجب إن شاء الله تكونوا فيمتوا الدرس ما فيو إش جديد علينا كله ما اخدينه قبل رح يكون معكم واجب واحد واثنين وثلاث صفحة تسعة وعشرين وايضا الصفحة اللي بعدها صفحة تلاثين أربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة هلليهم في البيت وإن شاء الله تعرفوا تحلوهم وصوروهم وبعتوا لي إياهم وإن شاء الله رح نحلهم مع بعض الحصة الجاي يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر